السلام عليكم وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد الفيديو الرابع عشر من سلسلة Power Pivot النهاردة بنتكلم لسه على Power BI تالت مرة بنتكلم على Power BI النهاردة هنتكلم على حاجة اسمها خدمة Power BI عبر الإنترنت نقصود بها باللغة الإنجليزية Power BI Services أو من الآخر كده كلاود لل Power BI باتحها لك علشان تقدر تحط عليها المعلومات وتعمل شير مع بقية الناس زملائك أو مستخدمين المعلومات بصفة عامة طيب هنشوف النهاردة ست حاجات كلهم متعلقين بموضوع مشاركة المعلومات مع المستخدمين أول حاجة هتكون تحويل تقريب إلى ملفات PDF وديه طبعا عشان ممكن بعد كده أحطها في Power Point أو أبعتها حتى للناس PDF بمنتهى البساطة الطريقة الثانية أنا أختار بعض المخططات وأحولها إلى CSV فايل يعني من الآخر كده هختار تشارت وأحوله إلى تابل وأحوله CSV فايل وممكن أستخدمه في بعض التحليلات أو أبعته حتى على طول كم علومات لهو محتاجها بالشكل ده الحاجة الثالثة أن أنا ممكن كمان أبعت الملف نفسه بتاع Power BI والإكستنشن بتاعه لهو PBIX ممكن أبعته نفسه عن طريق الإيميل والناس تفتحه على Power BI Desktop من عندهم ويبدأ يشوفوا المعلومات الموجودة جواه وحنتكلم عنها بالتفصيل خلال الفيديو الحاجة الرابعة ودي أهم حاجة وهي عنوان الفيديو بتاع النهاردة أن أنا أعمل نشر التقارير على خدمة Power BI عبر الإنترنت أو Power BI Cloud أو Power BI Services وطبعاً دي أهم وأحسن طريقة ونشوف إزاي بتشتغل مع بعض هنشوف كمان أنه بعدما أعمل نشر التقارير دي ممكن كمان من على Power BI Service أخذ مجموعة تقارير وحولها إلى لوح معلومات أو أخذ منها بيانات معينة وحولها إلى Dashboard أو لوحة معلومات وآخر خطوة بعدما نشرنا التقارير وأنشأنا لوحة المعلومات إزاي بعمل مشاركة يعني أنا خدت الحاجة الأول من Power BI Stop وحطتها على Services إزاي بقى قدر أشارك التقارير دي مع المستخدمين النهائيين وفي الغالب دول حيكونوا لازم ناس معايا مشتركين معايا في نفس الأكاونت من نفس الـOrganization موجودين في نفس الأكاونت معايا على Power BI أو ممكن كمان أعمل جاست يوزر وأبعت لهم كمان لينك يقدروا يتفرجوا بي على المعلومات زي ما إحنا هنشوف مع بعض في نهاية الفيديو قبل ما نبدأ أعايز بس أفكرك أن الفيديو ده حينزل لمدة أسبوع لكل الأعضاء بتوع القناة إحنا فتحنا العضوية من حوالي أسبوع عشر تيام كل الأعضاء حيشوفوا الفيديو ده لمدة أسبوع قبل بقية المشتركين وبعد كده حيكون متاح لكل المشتركين وفي مزايا تانية للعضوية لو حركة عايز تشوفها في لينك موجود في الـ Description ممكن تروحت بقصة عليه حيث تعرف كل المزايا بتاعت الأعضاء والمستويات المختلفة للعضوية ويلا بينا بسرعة نبدأ مع أول جزء من الفيديو بتاع النهاردة في أول جزء من الفيديو النهاردة هنشوف إزاي ممكن نستخرج الريبورت اللي احنا عملناه على الـ Power BI على PDF طبعا ده ممكن نستخدمه علشان لو عايز أحط الكلام ده على PowerPoint أو حتى عايز أبعاته بس PDF بالميل ويكون فايل صغير ولكن طبعا لازم تحط في اعتبارك ان انت لما تعمل كده هيكون الريبورت مش دانامك يعني مثلا تعالي نفتكر مع بعض الريبورت اللي عمل المرة اللي فاتت ده الـ Annual Sales Report بتاع AAA Bikes هتلاقينا نحطين حوالي 3 كاردز وفيهم السيلز والسيلز يوفيرير والكوانتي والكوانتي يوفيرير متوسط السعر والتغير في السعر من سنة إلى أخرى وكمان كنا حطين البيع بالكاتيجري وكنا حطين دونات شارت فيها البيع بايت شانل وخريطة عليها الكميات المباعة في كل ريجن وكان عندنا سليسر فمسلا وانا واقف على 2020 كل الريبورت ده بتكلم على 2020 لو غيرت لـ 2019 كل الريبورت بتكلم على 2019 كمان زي ما انتفقنا قبل كده انه الـ Power BI كل تقاير بتاعته Interactive يعني لو دست على مثلا هنا الـ Whole Sale اخترت Whole Sale هيبقى تقريبا كل الريبورت برضو بتكلم على 2019 و Whole Sale فانا ممكن ارجع الفاتر زي ما هي لكن لازل تحط في اعتبارك لما هتحوله الـ PDF هيتحول على اخر مشهد انت واقف عليه مش هيكون Interactive لما يروح على الـ PDF وخلينا نشوف ممكن نعمل كده ازاي انا ده كان الـ Dashboard اللي عملناه مع بعض المرة اللي فاتت خد بالك ده في One Page او One Report لكن فيه بيج تانية انا زودتها فيها تقرير برضو By Region هنا البيع في كل السنين By Region وهنا حاجة اسمها Tremap موجود فيها برضو المبيعات By Region لكل السنوات لو وقفت على اي بوكس من البوكس دي هيقولي كل سنة فيها البيع وفيها كمان الـ Quantity اظن بينا هي في التول تيب اللي هو المربع اللي ظاهر قدام حضرتك فدلوقتي انا عايز اعمل PDF والPDF ده هيكون فيه التقريرين دول مع بعض عشان اعمل كده بمنتهى البساطة هروح على File ومن File هروح على Export هلاقي عندي حاجة اسمها Export to PDF اول ما هادوس عليها هيبدأ يعمل لي Export Generating PDF ويه على طول هو وداني فتح الريبورت وداني على الـ PDF Page 1 اهو بص عندك كده هتلاقي 1 of 2 1 على 2 يعني عندي صفحتين ادي اول صفحة فيها الريبورت الاولاني ولو نزلت تحت الصفحة التانية فيها الريبورت التاني وزي ما اتفقنا مختار 20-20 وكل الارقام دي 20-20 والريبورت طبعا ممكن اقلب بس بين الصفحتين ولكن مش هقدر اختار او اغير في الريبورت باي شكل من الاشكال الكلام ده ممكن طبعا اخده احطه على Powerpoint او ابعته PDF بنفس الشكل اللي حاك شايفو ده بالزبط وهيكون برضو مفيد جدا لو انت مش عايز حد يغير في الريبورت عايز بس اديله معلومة محددة حيكون سهل جدا انك تبعاته PDF الحاجة التانية اللي حنشوفها هو زي ممكن اطلع معلومة معينة من Visual معين او من مخطط معين فمثلا عندي هنا الخريطة دي زي ما حراك شايف كده لو قفت على اي مدينة او اي محافظة في الخريطة دي زي الجيزة مثلا هتلاقي بعض المعلومات الموجودة فافرد انا محتاجة استخرج المعلومات دي وعايز استخدمها عشان اعمل بيها حزبة معينة او استخدمها داخل تقرير تاني على الاكسل او باي طريقة اخرى ففي طريقة ظريفة جدا ممكن قادر استخدر بيها المعلومة دي اول حاجة لو قفت عملت هوفر كده على الخريطة دي هتلاقي هنا حاجة اسمها Focus Mode لو دوست عليها هتلاقي الخريطة كبرت وبقيت بس الريبورت كله عبارة عن الخريطة بتاعت حضرتك ممكن تتفرج عليها بشكل افضل او تعمل Back لريبورت بشكل تاني جنب السهم اللي احنا عمل منه Focus Mode ده هتلاقي تلات نقط لو دوست عدت نقط دول هتلاقي كذا Option ضريف اوي فيها اسمها Show Stable لو اخترت Show Stable تاني هيوديكي الفوكس مود ولكن هتشوف كل المعلومات اللي موجودة في الخريطة موجودة في الجدول الصغير هنا لو روحت تاني على الكورنر هتلاقي هنا ممكن تغير وضع الريبورت يعني ممكن تحط الخريطة في الجنب ويكون الريبورت side by side يعني الخريطة في ناحية والناحية التانية كمان عندك الجدول ممكن كمان ترجع Back to Report وممكن تروح حتى نقط مرة تانية وهتلاقي حاجة المرة دي بقى اسمها ايه اسمها Export Data لو دوست Export Data هيفتح لك Save As Window وهيديلك امكانية انك تسجل او انك تعمل Save للتيبل الصغير اللي شوفنا ده على CSV فايل وطبعا بيدي له اسم By Default اسمه Data ممكن اديره اسم يكون ليه معنى اكتر فمسلا ممكن اقول ده الماب تشارت مثلا ويادوس على Save على طول هيتطلعه لك على CSV فايل لو عايز تفرج عليه هتروح على المكان اللي عملت جواه Save هتلاقي اهو Map Chart اهو Double Click طبعا CSV بيفتح جواه الExcel مافيش مشكلة وقادي المعلومات اللي كانت موجودة ممكن حاجة تستخدمها علشان تعمل بيها اي كالكيليشن وتحطها في report تاني لو كان ده مفيد بالنسبة لحضرتك الطريقة التالتة اللي ممكن اشارك بيها المعلومات مع زملائي او مع المديرين بتوعي وتكون معلمات دي موجودة جوا Power BI Desktop Report اني ابعت ملف Power BI نفسه ابعته لزميلي عن طريق الايميل بس طبعا عشان اعمل كده لازم يكون كمان الطرف الاخر عنده Power BI Desktop طبعا دي حاجة مش صعبة اوي ممكن كمان ينزلها عنده لانه موجود ببلاش على موقع ماكروسوفت زي ما انتفقنا قبل كده كمان هيتواجهني مشكلة تانية ان هو هاده يتفرج على report هيفتح الملف بشكل طبيعي جدا وهيتفرج على report وممكن يستغل Slicers وكل الفلتريشن احنا بنعمله بشكل طبيعي جدا ويشوف كل الماجرز وكل حاجة ممكن كمان هو يضيف ماجر جديد او يعمل كالكوليشن جديدة كل ده وارد جدا مفيش مشكلة لكن لو حاول يعمل refresh للديتا لازم كمان يكون عنده source بتاع الديتا وطبعا ده ممكن في بعض الاحيان يكون صعب شوية لان انت حضرك ممكن تكون عامل connection على ديتا كبيرة جدا فمحتاج تبعات له ملفات حجمها كبير فطبعا ممكن تكون مشكلة طبعا لو حاول يعمل refresh ممكن من ديتا هنا حيروح على refresh لحتة بتاعة queries يعمل refresh وطبعا زي ما بقولك لو ما عندهوش الديتا هتكون مشكلة وكمان بعد ما تبعات له الديتا لو عنده كل الديتا محتاج يروح على power query يدوس على transform data عشان يفتح الpower query ويروح على كل query من الاربع queries الموجودين هدول مثلا ويختار source ويبدأ يغير الsource على destination الجديد اللي هو عامل جوا save للفايلات otherwise مش هيرجب يعمل refresh ولكن لو عايز بس يتفرج على report او يضيف measure جديد ويعمل visuals جديدة حيقدر يعمل كده بمنتهى سهولة لكن هتواجه مشكلة refresh طبعا عشان اعمل كده هتروح على folder اللي في power bi file زي ما انت شايف هو ده الفايا احنا فتحينه اسم pp14 intro to power bi part 3 underscore share وحتلاقي extension pbix ده الاكستنشن بتاع فعيات power bi وحتلاقي حجم ملف نسبان صغير اقل من واحد ميجا معنى كده لو بعدتوا على mail مش هكون عندك اي مشكلة خالص كمان بتبعتوا بطريقة العادية خالص اما بتعمل right click وعندك حاجة اسمها share وينما هيعمل share هتقول buy mail مثلا وحتبدأ بعد كده تمشي في خطوات انك تبعت email بattachment طبعا email جوه attachment واتachment هتكون رابع طريقة علشان اقدر اشير المعلومات بتاعتي او report بتاعي اللي معمول على power bi وطبعا هي دي الطريقة الافضل ودي الطريقة اللي اصلا معمول علشان ها power bi هي ان انا اشير المعلومات دي على power bi services وما هي الا cloud service شغلتها ان هي تشير المعلومات حيك عملتها مع زملائك في نفس الشركة وممكن كمان تشير ها مع ناس external طب عشان تعمل كده هتعمل كده ازاي موضوع بسيط جدا وانت واقف على home ribbon هتلاقي على يمين حاجة اسمها share وحتلاقي حاجة اسمها publish مجرد تدوس على publish هتبدأ على طول تعمل عملات share اول سؤال بيسأله لك هل محتاج تعمل save طبعا انا عملت بعض التغييرات فممكن اقول له save فاول حاجة هيبدأ يعمل save وبعد كده يفتح لك الويندو الصغيرة دي وهيقول لك انت محتاج تودي الكلام ده فين بالزبط على power bi services طبعا انا عامل login بالاكاونت بتاعي فمعنى كده ان هو فاهم ان هو رايح الاكاونت بتاعي ولكن بيسألني جوال اكاونت في حاجة اسمها workspace ممكن يكون عندي اكتر من workspace ولكن ممكن يكون عندي اكتر من workspace تاني انا عندي workspace تاني اسمه ycc فممكن استخدم اي واحد من دول ولكن قبل ما اعمل publish تعالى احنا نروح على power bi services نتفرج عليه بسرعة ونشوف ازاي احنا حتى ممكن نعمل workspace مخصوص للreport انشره مع بعض دلوقتي ده power bi services طبعا انت حرك ممكن تعمل account على power bi services والأكاون ده ممكن يكون مجاني مفيش مشكلة خالص ولكن مش هتقدر تعمل share الا اذا كان عندك اشتراك والاشتراك ده اقل اشتراك موجود هو power bi pro واعتقد اشتراك حوالي 10-11 دولار في الشهر لو حرك فطبعا لو الشرق هتشغال فيها بتبنى الموضوع ده فممكن بتكارية حسابات للناس اللي عندها علشان يقدروا يشارروا المعلومات بالشكل هنشوف مع بعض على الشمال في قائمة اول واحدة فيها home وزي ما انت شايف home بيكون موجود فيها favorite والfrequent دي الحاجات اللي دخلت عليها انا قبل كده ولو نزل تحت هتلاقي برضو الحاجات الريسنت اللي انا دخلت عليها في الفترة الاخيرة يهمني من هنا انزل معاك تحت شوية وانت حاجة اسمها workspaces الحتة بتاعت workspaces اول حاجة عندي اسمها my workspace وده default لو دست عليه دي كل الحاجات اللي موجودة جوة my workspace كمان عندي workspaces دي بختار منها workspaces الجديدة اللي انا انشأتها بالاضافة الى my workspace اللي هو default ممكن نعمل create workspace جديد فتعال نعمل واحد جديد مع بعض هقول له create هيطلب مني الاسم فتعال نديله اسم وليكن مثلا power bi intro ومحتاج description ممكن احط description او لا كده كافي جدا انا انشأت workspace ممكن اقول له save فخلاص كده بقى عندي workspace ونجيب الريبورت اللي احنا كنا عملينه عشان نجيبه في workspace ده طب تعال نختار workspace من الموجودين تعال مثلا نختار my workspace ونبص على محتويات وده كل الobject او المحيات اللي موجودة جواه لو رحت هنا هتلاقي متقسم هنا في all تلاتة tabs all content وdataset plus data flow طب لو رحنا على content content ده هتلاقي فيه شكلين بس موجودين او 3 اشكال الشكل الاول اللي عامل زي العدات ده عبار عن dashboard وده هنتكلم عنه بعد شوية والشكل التاني ما هو الريبورت زي اللي انا عامله publish دوقتي حالا هتلاقي شكله زي graph كده بينه ازرق والشكل التالت ان انا ممكن كمان اعمل share الوركبوك يعني انا ممكن اروح الى excel واعمل share على طول على نفس الورك سبيس بتاعي وده بيتم بنفس السهولة والبساطة اللي ممكن اعمل بها publish سواء لداشبورد زي ما احنا قلنا هنا فيه داشبورد وزي ما قلنا هنا ده بنسميه report وحنعرف الفرق بينهم في خلال الفيديو واحنا ماشيين وكمان من الصفحة دي بقدر اعمل refresh يعني لو انا عندي تغيير حصل في الديتا لو قفت هنا ممكن اعمل refresh now او ممكن اختار اللي جنبيها ده اقول skyd والrefresh ولكن لها طريقة معينة لازم اعمل حاجة اسمها personal gateway احطها على اللاب توب بتاعي عشان يقدر بعد اعمل publish يقدر بعد فكرة بسرعة تعال نرجع تاني على الpowerbi desktop وانا عايز اعمل publish دلوقتي working on it ادي الworkspace الجديد اسمه powerbi intro هقول select شغال عليه اهو بيعمل عملية publishing تمام publish success مفيش مشكلة خالص تعال نرجع ال report تاني ونروح على الworkspaces ونختار powerbi intro اتفضل كده معي حضرتك ادي ال report اللي احنا عملناه واد كمان ال data set اللي عملناها مع بعض تعال نفتح report نفس report الحراك بالضبط كنت شايف على desktop بقى موجود هو بالضبط على cloud ودي عندي two tabs واحدة اسمها buy region فيها table وفيها tree map والتاني dashboard اللي فيه كل الحاجات اللي حضرتك دي شايفها وطبعا حراك دلوقتي ال dashboard لو اخترت region والتاكن key accounts الفلتر بيشتغل بشكل هايل لو اخترت منطقة والتاكن هرجادة معاك الدنيا شغالة بشكل ممتاز جدا مفيش اي مشاكل خالص وطبعا دي من اهم المزايا كمان ممكن تضيف عليها معلومات اكتر ممكن تزود في ال report ده وانت موجود على cloud لكن ده مش موضوع النهاردة كمان ممكن تدي access لزميلك هنشوف كل الكلام ما هاك شايف ده بالزبط وحنشوف كمان في الفقرة الجاية ازاي ممكن نخلق حاجة اسمها dashboard في الجزء ده من الفيديو هنحاول نعمل مع بعض dashboard او نشوف ازاي ممكن نستخدم التقريرين اللي قدامنا دول اللي هو واحس mobile region وتاس موسيل dashboard ازاي ممكن نستخدم هم علشان ننشئ حاجة اسمها dashboard وعشان نفهم الفرق بين الداش بورد والتقرير تعال نجرب نعمل dashboard وحيبلينا على طول الفرق بينهم وحنا شغالين فعشان اعمل dashboard الداش بورد ممكن يتكون من مجموعة من الفيجولز الفيجولز بتكون موجودة عندي في تقارير من التقارير يعني اي visual من السبع visual دول او الاثنين visual دول ممكن استخدمهم علشان اعمل dashboard فتعا نبدأ مثلا نقول ايه والله احنا عايزين ناخد الvisual ده عايزين ننشئ بيه dashboard جديد او نحط في dashboard فعشان اعمل كده هعمل بس hover بالماوس على visual وحلاقي هنا حاجة عاملة زيت الvisual ده فين بالزبط طبعا لو انا عندي dashboard تاني جول workspace كان ممكن يديني option existing dashboard لكن انا ما عنديش فحيقولي new dashboard تعالي نديله اسم وليكن sales dashboard وبعد كده هقول له pin كده على طول الvisual اللي بقى موجود جوه dashboard طب اشوفه ازاي تعالي نرجع تاني على workspace وابص الوقتي عندي object جديد كان عندي الاول اثنين بس اللي هو data set والreport كمان ظهر عندي حاجة جديدة اسمها sales dashboard تعالي اختاره ادي ايه ادي sales dashboard تحضرتك والvisual ده جوه ال dashboard بيسموها tile تايل دي كأنه يعني ممكن تقول بلاطة مثلا ده معنى كلمة tile وممكن خد بالك الحجم standard ممكن اصغره او اكبره فوليا كن تعالي خليها حاجة صغيرة زي ما اكون عاملها في الاول فوق في corner كده طيب انا عايز ضيف كمان tile جديدة او عايز ضيف visual جديد فتعال نرجع تاني على workspace بتاعنا ونختار report وتعال المرة دي من sales dashboard هاختار مثلا حاجة الكارد ده اللي في sales ونفس الكلام هاقوله المرة دي عندي existing هاقوله في sales dashboard هاقوله pin ممكن على طول من الوينو دي اقوله go to dashboard عشان نبص عليه ادي الكارد اللي عملناه ممكن نصغره مش محتاجينه يبقى كبير ده مجرد كارد نفيش مشكلة خالص تعال نرجع تاني زي ما اتفقنا عشان نكمل بقية ال dashboard ومن الworkspace بتاع power bi intro هروح اختار ال report وتعال ناخد حاجة زي الخريطة نعمل لها pin ونفس الكلام هاقوله وعمل لها pin في sales dashboard ودلوقتي نروح نقوله go to dashboard فكده عندي dashboard موجود فيه 3 tiles او 3 visuals بالشكل هاقش يفيد بالزبط طب انا هستفيد ايه لما اعمل ممكن انا عايز اعمل share لشخص ما او لمجموعة من الناس بس على هذين المعلومات فقط مش عايز يشوف كل ال report يعني ارجع تاني ادي report بتاعنا report مليان معلومات وفي slicers وممكن يغير فيها طب افرد بس انا عايز يروح يتفرج بس على المنظر ده عايز يشوف card في total sales وعايز يشوف خريطة وعايز يشوف the map بالشكل طبعا انا ممكن اضبط الشكل اخليه احسن من كده فمسلا لو كبرت دي كده تم لمسلا المكان ده فبقى عندي dashboard بشكل مش بطال وفي معلومات معينة حشير مع بعض الناس المعلومات دي من غير ما يكون عنده القدرة ان نشوف report بالكامل وبالخص والدنيا من غير ما يضطر كل شوية يعمل سلايسر ويعمل فلتر وكلام ده كله وطبعا ده حسب الاحتياج بتاع حضرتك مش كده بس وانا واقف على ال dashboard ده لو رحت على حتة edit دي ممكن اقول عايز اشوف mobile layout بمعنى اي mobile layout يعني حرك لو عندك mobile application وعملت log على نفس account اللي انت دخلت بي على ال laptop بتاعك ممكن حاجة تشوف ال report بالشكل ده او تشوف كمان dashboard بالشكل ده وطبعا ممكن ايه ازبطه يعني ممكن اخلي شكله متغير مثلا ممكن اخلي الكارد ده موجود فوق مثلا واصغر مثلا الكارد شوية او اكبر شوية لكن اعتقد شكله مش بطال خلاص انا تمام ومبسوط وعجبني الشكل ممكن ارجع تاني اختار web layout يبقى ده الشكل اللي هشوفه لما افتحه من power bi services من laptop او desktop والشكل التاني لم نكون فاتح mobile application هشوف شكل التقرير ازاي الجزء الاخير من فيديو النهاردة عايزين نشوف ازاي ممكن نعمل مشاركة او نعمل share لسواء لوحة معلومات دي اسمنا الوحة معلومات او داشبورت زي ما اتفقنا او حتى للريبورت بالكامل زي ما شفنا برضو مع بعض طب يعني اعمل share او مشاركة حال دلوقتي خلاص عملت الريبورت على power bi desktop وخلاص بس كمان محتاج تدي لبعض الناس اكسس عليه من داخل الورمانزيشن بتاعتك عشان اقدروا يتفرجوا على الريبورت زي بحاجة بالضبط اذا تشوف وطب اعمل كده ازاي وانت واقف على ال داشبورد فوق على الشمال في حاجة اسمها share اول ما حدوس عليها هيفتح لك ويندوز غيره وحيطلب منك name او email address بتاع الشخص اللي حضرتك عايز تشير معاه طيب كمان عندك 3 options allow recipient to share this dashboard يعني هو يشوف الحاجة وكمان قدر اعمل share ممكن اعمل check او uncheck حاجة ترجع لك allow recipient to build content يعني ممكن نستخدم الديتا دي عشان هو يعمل بها بورد تاني والحاجة الاخيرة عايز تبعث email notification ولا طبعا لازم يكون الشخص ده حاجة من اتنين يقام متعرف عندك as a user موجود already user في الورانياتشن بتاعتك انتو الاثنين جوه power bi تحت نفس الاكاونت او ممكن تعرف حاجة اسمها guest user وتبعث له report وممكن يتفرج عليه لكن طبعا ساعتها هيتطلب منه انه يعمل اكاونت في power bi طيب تعال الوقتي نعمل انت جرب نعمل share انا عندي guest user تعال نحاول نعمله share ادي هو guest user بتاعي وحقول لو سمحت send email notification وحقول grant access وحدوس ok ده لكن على طول access has been granted والشخص ده اتبعت امين notification انه مختلفة كتير add report اهو تعال نفتحه هل ممكن اشار كل report اه ما فيش مشكلة add report هعمل share زي كده بزرط تعمل share من على اليوتيوب او اي حاجة زي كده بتاخد copy للينك وخلاص كده بيقول لك ايه people in your organization with this link can view share and build new content يبقى انت مجرد ما عملت الانك الامور ماشية معاك بشكل كويس او تعالى نعمل share مرة تانية ممكن من هنا غير المستويات مستويات ال access فانا بيقول لك ايه والله ممكن people in your organization معناها ايه اي حد تحت نفس ال account بتاع حضرتك جوة ال power bi هيقدر شوف ال report او ممكن اقول people with existing access الناس اللي أنا مديها access قبل كده او اقول specific people ونفس الكلام هنا في سؤالين allow recipient to share this report وallow recipient to build content with the data to share with this report يعني انت هل ممكن يستخدم ال data دي ويعمل هو كمان report تاني هل ممكن يعمل لها share ولا لا دول السؤالين الموجودين هنا لو قلت له apply ممكن انا برضو ادخل email address وتعالى نشار مع نفس ال account بالضبط نفس الشخص هو هو تماما وساعتها ممكن حتى اكتب له message وقول له please review this report مثلا وهدوس على send نفس الكلام بالضبط هيروح له notification وهيكون مطلوب من وهيبقى عنده access يقدر يخش يتفرج على data وتعالى نشوف بقى ايه اللي بيحصل من الطرف الاخر على الوقت بعت notification بان فيه access لداشبورد معين لي user name معين فبص من ناحية التانية فتحنا الميل بتاع الراجل اللي احنا بعتنا notification ومكتوب هنا بتقولك ان فيه واحد اسمه عمر عاطف عمل معاك share لداشبورد معين وادى لك لينك لو عايز تفتح الداشبورد هقوله open حيوديني على البروزر وحيوديني مباشرة طبعا لو انت مش عامل اكاونت هخليك الاول تعمل اكاونت على الpower bi ويبعد كده بعد ما تعمل الاكاونت هيسمح لك انك تعمل trial version حوالي 60 يوم وتستفيد بكل الامكانيات وتدرى تفيو الريبورد زي ما انا عامل بالزبط كده ادي الداشبورد اللي انا كنت عامل لي share تعال طب نشوف الناتفاكيشن التانية ادي الناتفاكيشن التانية اللي جاية ايه على موضوع الريبورد اهو ادي الريبورد ممكن اقول له open this report نفس الكلام هيروح بقدرنا وطبعا هنا الريبورد الفلتر برضو شغال مفيش مشكلة ممكن افلتر على 20 افلتر على 17 اختار محافظة معينة اشيل الفلاتر كلها الامور ماشي معاك بشكل طبيعي كأن انت بالزبط بتتفرج على الريبورد بالكامل بكل امكانياته وبكده شفنا ان افضل طريقة علشان اقدر اعمل share للمعلومات لما تكون معمولة للباور بي اي ان اكون مشترك في الكلود وقدر اشير لنفس الناس داخل الورجانيزيشن وممكن كمان اعمل guest user واعمل هو كمان access لنفس المعلومات لما تكون الموضوع محتاج طب لو انت عايز تجرب انت كمان وتتفرج على بعض الديتا ده لو انت ما عندكش باور بي اي وعايز تجرب ومع انش عارف تفرج على اي بالزبط لو انت عايز ممكن تبعث لي الاميل بتاعك يام اتحطه لي في ايميل يام احطه في التعليق تحت الفيديو وانا هاخد الاميلات دي كلها وحنشئ لك عندي user هيبقى guest user وبعد كده ادي لك access على بعض الحاجات وحت تلاقي لك موتيفيكيشن زي كده وممكن تخش وتفرج معي على بعض التقارير ده وانت حابب تجرب فممكن اعمل دي خدمة للناس علشان هما كمان يجربوا يشوفوا الدنيا شغالة ازاي وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو لو عجبك لو سمحت اعمل لايك واشترك في القناة واعمل شير وكمان سيبلي تعليق وهنا هتلاقي لينكات لبعض الفيديوهات والسياس المهمة ممكن جدا تاخد فكرة عنها وتحت الفيديو هتلاقي لينكات للفايلات اللي احنا اشتغلنا عليها وكمان هتلاقي لينك في مزايا انضمام لعضوية القناة ممكن جدا تبص عليه ولو عجبك الموضوع ممكن تقرار تكون عضو من عضاء القناة واستنوني ان شاء الله الاسبوع الجاي فأول بس مباشر هنناقش مع بعض موضوعات مهمة أول ما أحد المعاد بالزبط هحطه في منشور على اليوتيوب وكمان على الفيسبوك عشان تقدر تستناني وتشترك معايا في المناقشة واشتركوا في فيديو الجاي وشكرا جدا لوقتكو والسلام ورحمة الله وبركاته